السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأحد ثمانية أيلول سبتمبر القمر اليوم استقر في برج العقرب ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة خمسة وخمس وعشرين دقيقة بعد عصر يوم الاثنين بتوقيت جرينج القمر اليوم موجود في منزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى بعد منتصف ليل يوم الأحد على الاثنين يعني قيلة اليوم القمر موجود في منزلة القلب القمر الآن بما أنه موجود في برج العقرب بمعناته خلال هذا اليوم ما بنعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا منحب يا بنكره يا بنتقرب يا بنبعد يا بنتواصل مع الغير يا بنقطع العلاقات ما في حل وسط يا أبيض يا أسود وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا إحنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي لأنه عند أي انتقاد ممكن أنهم ينفجروا عند أي كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكن الاهتمام فيما يتعلق بشركات التامين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم ما يتعلق بشراء منزل أو استئجار بيت جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التقابل سلبية بين الشمس وبين زحل هاي زاوية إلها سبع أيام تقريبا موجودة اليوم ذروتها ورح تستمر سبع أيام قادمة طبعا ذروتها اليوم ساعة أربعة وخمس وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتخلق مصاعب وعرقيل بتحتاج منا بذل جهد والتصميم والإرادة لتجاوزها تجعلنا عنانيين قاسيين وعاندين وممكن نتعرضنا لصعوبات في إنجاز مشاريعنا إنعكاس وإنقلاب بالأوضاع علينا مراقبة صحتنا المهددة بالإرهاق أما دوليا فهي بالدل على تراجع اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم وصناعات الثقيلة والطراب في البورصة وقلة اهتمام الحكومة بدور العجز والمتقاعدين والفلاحين وعمال المناجم وأيضا تضييق الخناق الأمني على شعب في دولة ما كمان هي بتزيد من نفوذ المحافظين والمتطرفين والمتعصبين لدى بعض الجماعات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 31 دقيقة بعد الظهر نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسب للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة عملنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة 28 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من التقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لعلها ولكن فحوصات مراجعات طبية عملية تنظير هاي عمليات صغرى اسمها ومراجعات طبية وهي الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايض لبرستاتا عظم العنى والجينات طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزايد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنى ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج العقرب خلو المسار القادم زي ما ذكرنا يوم الاثنين بيبدأ الساعة 5.11 دقيقة بعد العصر وبيستمر حتى تمام الساعة 5.25 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الآن هو 6 أيام الساعة 57.55 دقيقة صباحا نبدأ باليوم السابع نسبة الإضاءة 27% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22.09 منتحس بنسبة 25% القمر في العقرب حتى يوم 9.09 سعيد الآن بنسبة 45% ساعة العصر سعيد بنسبة 15% ساعة المساء سعيد بنسبة 45% عطارد في الأسد حتى يوم 9.09 سعيد بنسبة 10% الزهرة في الميزان حتى يوم 23.09 سعيد بنسبة 15% الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 4.11 منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 30-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 12-10 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية عالج الأمور بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الأجواء واستشير وتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو مشروع برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر موجود مقابلكم تماما فبينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو ما بين الأزواج ولكن طاقتكم ضعيفة فبدك تحافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك وما تعرض لقاءك للفشل ممكن تسبب لك هاي الفترة نوع من أنواع الحزن أو الشعور بالظلم أو القهر أهمش إنك ما تيأس وكون صبور لعلك تنجح برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم ونضموا جدوى الغذاءكم واخذوا قسط كافي من الراحة وما تسمح لأي شخص بإنه يشكك بقدراتك وناقش واستفسر عن التفاصيل واستشير الخبراء وما تتشبث برأيك واستمع لآراء الآخرين بهدوء وروية وحاول إنك ما تتسرع بقراراتك ممكن تنشغل بملف أو معامله برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتجتازوا هذا اليوم يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراع وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تنجح في مفاوضات أو تحقق أعمالك تقدم واضح خصص وقت لعائلتك أيضا أنت اليوم مشحون بالحيوية والحماسة وعند قدرة لمتابعة مسائلك وللتواصل مع المحيط برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنهم كل يوم في إدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو يميلوا للتقارب مع أفراد العائلة أو مديد العون قد ممكن يعني أنك تدخل فترة فيها نوع من أنواع المواجهات مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة لأن هذه فترة متوترة ممكن تضطر للإهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزلي أهم شيء أنك ما تهمل صحتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطه في الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبرضو لتعزيز العلاقة مع أخ أو جار هذه فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية وبدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك ومنكم أشخاص ممكن يطلق حملة ترويج لشي معين أو يسمع خبر سار برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزانة بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي هذه الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهم مش أنك تتفاعل بالخير وانطلق واسعى للوفاق والحلول الوسط ولطف الأجواء وحسن علاقاتك وبرضو تحمل بعض الانشغالات على الصعيد المالي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أنتم نشطون وحيويون وبينجذ بلك أفراد من الجنس الآخر وبادروا لخطوة جديدة من شأنها نهاد دعم من مركزكم الاجتماعي بتدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجك تستعيد كامل حيويتك وتتلقى جوابه بتنتظره ممكن تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة أو تنطلق بمهمة طال انتظارها وفيه إشي جديد ممكن أنه يدخل حياتك برج القوس من نسبة لموليد برج القوس بتجتازوا بصورة عامي يوم غير مريح لأن القمر موجود في بيت المتاعب غير مريح صحيا أو نفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر أنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري ويخلدوا للراحة وحاذروا من بعض المحتالين من خيبات الأمل لأن الحضوض قليلة فما تجازف انتظارك تأخير وفوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بمواعيد مهمة وإعمل بشكل روتيني برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي تنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وموسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أهمش إنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب ابتفرح بوجود أحد الأصحاب وممكن ترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم وللرضى المسؤولين منكم أشخاص ممكن يهتموا بصحة أحد الوالدين أهم إش إنك ما تنجر وراء التسرع والإنفعال بل كن هادئ بشكل القمر نوع من أنواع التحدي في لحظات معينة فممكن تبدو غاضب أو عدائي وحاذر من الخلافات ممكن اليوم بعض موليد برج الدلو يكرموا أو يحصلوا على فرصة مهمة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم ممكن يصل بعضكم خبر صار من بعيد أو تهتموا بالاتصالات الخارجية أو مع الأجانب وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحباكم ويعتبر هذا اليوم مناسب لإجراء مقابلة ممكن بعض موليد برج الحوت يسافروا في رحلة أو يفرحوا لإنفراج أو تسوي مهمة أو يهتموا بهواية جديدة بتكون اليوم الحيوية عالية جدا ومتحمسين لمتابعة المساعي وعندكم القدرة على التواصل مع المحيط هيك من كون انتهئنا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر